بعد أذان المغرب لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد الأذان وقبل الصلة لكن بعض الصحابة كانوا يصلونهما هاتين الركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد يرى ذلك فلم يعترض فبعض العلماء جعلها من السنن التقريرية وبعضهم قال لما لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم هو رأي المالكية فإنها لا تعد سنة قبل الصلاة